السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني لو الجولة الكلاسيك خلص التعادل يلعبه هرماكدون لازم حد يطلع فايز من الجولة عشر لاعبين كل واحد هيلعب التسعة التانيين مباراة بيسموها راوند روبين واللي يجيب اعلى عدد من النقاط هو الفائز بالبطولة اول اربعين نقلة كل واحد معه ساعتين ولما تلعب النقلة وتدوس على الساعة الساعة متزودلكش اي وقت بعد اربعين نقلة لما تدوس على الساعة يزدلك عشر ثوامين اظن ان دي المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن هذه البطولة البطولة فيها ماجنس كاللسون فيها فابيانو كاروانا فيروزج وكيش ماميدياروف عبدالستاروف اللي هو عبدالستاروف يعني او عبدالستار لو احنا عايزنا نعربها لكن ده اسمه اللي تولد بي ومكتوب في البطاقة فما بنعرفش نعربه قوي يعني مش عارب في البطاقة ولا في جواز الصفر بقى بقولوا لي انتم مش عاربه اكيد لوب طاقة برضا اه يا بتوع الاسباكستان انتو يا عفريت ويسلي سو كمان ونكامورة موجودين ماميدياروف واريانتاري انيش جيري لا يعني فيه بلاوي زرقة فيه لعبة جمدين جدا يمكن من اول عشرة على العالم فيه سبعة تمانية ولا حاجة طب تعالوا نتشوف اول جولة لايك لزيز واشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا وكاروانا هيلعب بالقطع البيضاء مع ماجنس كارلسون ويلا بينا كاروانا يلعب بيه ده ملك ويقابل من ماجنس كارلسون الفرنسي يا الهي الفرنسي سيء السمعة في الطوب ليفل يعني مثلا بودفينك لما كان بيستخدم الفرنسي كان بيتضرب قدام تال مثلا يعني بديك نبذة من النبذات قريب جدا اسمه ايه دينج استخدم الفرنسي في بطولة العالم ضد يان بومنشي وتضغط جدا 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 في الوقت وخسر فسمعة الفرنسي في الطوب ليفل مش احسن حاجة هديك معلومات كتير عن الفرنسي ايوة معلومات سطحية يعني مش في التفريع الواحد نخش جوه قوي لكن من بره كده تعرف الفرنسي متقسم ازاي فالموضوع ده هيفرق معك جدا لو بتلعب قدام الفرنسي او قررت تلعب الفرنسي بالاسود دي 5 اللي تلعب في المباراة نايت سي 3 او بيسموه اللي بيفتح تفريعات اخرى هيلعبها الاسود دلوقتي لكن قبل ما نكمل خلينا اقولك ان بيدق في بيدق بيدق في بيدق ده اسمو الاكسيتشينجي فارييشن ساعات الابيض يستخدمه علشان يفتح المجال لهذا الفيل وما يقفلش الوسط فاللعيب بتاع الاسود ما يبقاش مرتاح نفسيا الاشكال دي مش متعود عليها هو متعود ان احنا نقفل الوسط او الادفانس فارييشن ويبدأ هو يضرب الوسط بالسي 5 دي الحاجات اللي متعود عليها لعيب الفرنسي اوكي كروانا لعب نايت سي 3 داعيا الاسود ان يلعب الوينوور فارييشن لكن ده ما حصلش الوينوور تفريع شرب تفريع حاد بيكمل بدفعة البيدق بهذا الشكل وهو يضرب الوسط وانت تقول له جاي يعمل ايه بياكل بتاكل وبعدين يكمل انتشار بهذا الشكل تطلع هنا تضغط تفريع شرب اتلعب على الداتابيز نص مليون مرة ماشي ايضا ماجنس لم يستخدم الوينوور ولكنه استخدم نايت اف سيكس واتلعب هنا اي فايف هو ده بقى الكلاسيكال فارييشن بيسمو الكلاسيكال فارييشن تفريعات كمان جواه يعني الكلاسيكال فارييشن ده اسمو ستاينتس فارييشن فيه تفريع اخر اللي هو ان الفيل يطلع وبعدين تكسر الربطة فالعب اي فايف فتسحب نفسك فالعب ايتش فور مثلا ده بيسمو طبعا دي لو انت كسرت اسمو نورمال فارييشن تفريع العادي الكلاسيكي العادي لنفهوش اي مشاكل اللي الابيض على فكرة بيتخلص فيه من الفيل الجيد للاسود والفيل ده يتبقى لحل مشكلته لكن لو لعبت ايتش فور هنا ده برضو تفريع مشهور جدا وبيعمل نتاج حلوة جدا للابيض اه بتسيب بي ده بس بعد نايت ايتش ثري نتاج الابيض في هذا الشكل 58 في المية وبيسموه اليخين Chattered Attack هجوم اليخين حلو فرشتلك فرشة فرنسية جميلة ماشي نشوف بقى المطشة ايه اللي حصل فيه نايت دي سيفن والان اف فور داعما الوسط سي فايف ضاربا الوسط نايت اف ثري داعما الوسط نايت سي سيكس ضاغطا على الوسط بشب اي ثري داعما الوسط والمين لاين هنا كوين بي سيكس تضغط على الوسط وتضغط على البيدأ وبيلعبوا عليها نايت اي فور هات الوازيد ولو الداج كيشي تدعم الوسط وتحمي الحصن بتاعك بهذا الشكل لو بيدأ في بيدأ احسن نقل الابيض انك تلعب بي فايف اولا وهذه التفريعات اغلبها يتضمن تضحية قطعة من الاسود ولكن بتعويض زي مثلا انه ياكل هنا نايت تيكس بون تيكس بيشيب تيكس وتسحب الفيل اللي كان مطلوب وبعد ما ياكل ما ينفعش تاكل بالوازيد عشان الحصن متعلق فتاكل بالحصن فيلعب بي سيكس عاوز يعمل حاجة مندي بحيث لما تاكل ياكل بالبادئ ويبقى عنده بادئ سلكة في تعويض عن القطعة الشكل ده وصل على الداتابيز ستالاف مرة نسبة مكسب الاسود في هذا الشكل اربعة وخمسين في المية شكل ده تظنه جيد للابيض لكن عمليا لا لا مش حلو اوكي نعود الى المباراة حيث ماجنس كارلسا ملعبش كوين بي سيكس ولكنه لعب اي سيكس بيكمل انتشار على هذا الجناح النقلة بتاعة اي سيكس دي قدت شوية نفس للابيض انه يلعب نقلة في منتهى الدقة نايت اي تو واذا الفيل ليس له اي بيزنس على هذا الطريق لانه ممكن يتضرب بحاجة زي كده يعني لو انت لعبت مثلا بيشيب دي ثري واللي ملعوب على الداتابيز اكتر من 12 الف مرة بيتلعب عليها بي فايف وبعدين دفعت بيدا فتضطر ترجع والمساحة دي سخيفة جدا على هذا الجناح فلعب نايت اي تو يا سلام انا هدعم الوسط ولو كوين بي سيكس تلعبت دلوقتي وده اللي حصل في الموتش انا هلعب عليها كوين سي وان احمل بيدا لاحظ ان فابيانو كروانا ما زال في تحضيره ما حرقش غير 4 دقايق او 5 دقايق يمكن 3 دقايق بس كمان بي شب اي 7 والان جي 3 والان سي 3 دعم الوسط تبيت ثم جي 3 ناوي طلع الفيل من هنا يا سلام تفريعة في منتهى الصلابة اف سيكس البون بريك او الدفعة البيدقية التبكل في اشكال الفرنسي اف سيكس لازم اضرب الوسط من قدام او من الامام ومن الخلف بهذا الشكل بي شب جي 2 والان بيدق في بيدق بيدق في بيدق لازم اخلي الوسط بتاعي قوي وبعدين بعد الكيش رجع بالحصان خلاص ما عادش في ضغط على هذا الوطر فالوضع طبيعي جدا لكن اعيز اقولك ان بعد الكيش مش موجود اي مباريات في الديتابيز بتاعت لي تشيس فكأن الكيش دي نوفلتي لكن لما انا قعدت دورت لقيتني الكيش منعوبة قبل كده وبي شب جي 2 تلعبت قبل كده في احدى المباريات فاخلي اقولي النايت سي 3 هي النوفلتي في هذا الشكل نايت بي 6 والان كاروانا يختار نقل في منتهى الشقاوة خلينا افكر واقولك مثلا ماذا لو لعبت دلوقتي حاجة زي بي 3 ممنوع تنط وتعمل حاجات مندي ماذا سيفتح الطريق للفيل انه يعمل لك شوية هراسمنت يعني يطلبك فانت تطلع فيطلبك تاني طب ليه اعمل لنفسي حاجة مندي هو اختار النقل الدقيق اكل بيدق في بيدق بس ده فاركش الوسط بتاعه مش حقيقة بيدق في بيدق دي تلت ان البيدق ده متأخر ويمكن اتضغط عليه في المستقبل فتحت الفايل ممكن ابيت واضغط بشكل امامي على البيدق ده من خلال الحصان مثلا مع روخ تيجي هنا كمان بعد ما الفيل بياكل بهذا الشكل ودي احسن نقلة على الانجن ان الفيل ياكل فالفيل ما عدش بيعمل اي مشاكل على الجنب ده فدلوقتي بيه ثري نقلة ممتازة ده ده نقل دقيق وزي ما الانجن بيقول بيشب ها هنا والان تبييت الرخ جات في وش الوزير فالوزير يتحرك بيشب اي سيفن عاوز يرجع يربطه الفيل ما عدلوش اي بيزنس على هذا الوطر فرجع يطلبه من الوطر الاخر والان نايت اي تو ما تربطنيش ماجنس ما عندوش اي منع يدخل نهايات بس انت بتلعب كروانا راجل كان بينفسك قبل كده على لقب بطولة العالم مش واحد من الناشئين اللي انت هتاكله في النهايات كوين ماجنس بيلعب النقل المنطقي بتاع ان انا عندي فايل مفتوح هجوز وسيطر على الفايل اي حد بيلعب شطرنج ومهتم ومركز عادة في الخطة بتاعت السيطرة على الوپن فايل فروك سيفن نقلة جيدة مش نقلة وحشة ابدا لكن الانجين كان بيقول العب روك اف اي وحاول تعزز البيدأ دوت وتضغط على البيدأ الوسطي في المستقبل احد الافكار الاخرى انك تلعب جي سيكس وبعدين تلعب كينج جي سيفن على الهادي اوكي لكن ما حدث في الناس اللي تتلعى البقع الجائل هو قلب الدنيا في الشارع اتمنى ما تكونوش سمعين الصوت انا حاس انه قاعد جنبي دلوقتي المهم روك سيفن الرخ جت الرخ جوزت من قبل الابيض الان النقلة الوحيدة اللي بتحفظ على التفوق جيد للابيض ايوه النقلة هي F5 تضحية بيدة بس مش موقفية ولا حاجة يعني هي تنفع موقفية لكنها قدامها ام ماشي ماشي حاضر حاضر هي ب اي اشرب بوك مية عشان ابلع اللي هو جاله المهم F5 لعبة الان اه بتفضي مكان للحصان وللفيل لكن بتهديد مباشر انه عايز احط الفيل واكسب فرق فهي تمشي الاثنين تهديد مباشر وتمشي تضحية بيدة موقفية بشب اي ثري هات الرخ الرخ تمشي بعيد والان تعال نكسر الفيل اللي نا وياخد الفرق قالوا مفيش اي مانع انا دلوقتي ممكن اكل هنا انت كمان عندك ضغط هنا مين اللي علي اللعب دلوقتي الابيض الابيض يلعب بيدة في بيدة اكل والان نايت F4 هات لو سمحت الفيل يفكر ماجنس كارلسون ماليا بتاع مثلا دقيقتين ثلاثة خد بالك ان احنا عدينا ساعة ونص من اصل ساعتين والشباب لسه في النقلة 26 لسه لهم تقريبا 15 نقلة عشان الساعة تبدأ تزود وقت تمشي بالفيل ده سمعك ياللي بتقول بيشب F7 بص على بار التقييم بار التقييم سرخ اول ما رجعنا بالفيل من هنا الهنا سريخ سريخ ليه بقى سريخ ده لانك سبت وطر مهم جدا فبيش بH3 قوية هات الرخ لو الرخ جت تشالنج الرخ الاخرى على الفايل فانا بكسر عادي جدا وبعدين بلعب 9G5 عاوز الكشات وعاوز مشاكل كتيرة جدا في هذا الشكل مثلا لو الفيل جه في وش الفيل مانع الكشات تدي الكش على اي حال لو دخل جوه بياخد متات كش فماتات ولكن الوضع مش سهل ابدا لو خرج بره ففي مشاكل بره يعني الخروج بره ده كارثي بره عشان الكش وبعدين ياخد كش مات طب يا عم هناكل مفيش مشكلة دلوقتي حصان الاف ياكل الفيل هات الرخ عاوز يدي متات لو انت نزلت انا بنزل سبعة عاوز هنا وعاوز هنا تفوق 11 يا مؤمن على الانجن ولذلك بشبهنة لعبة مرجعش بهذا الشكل فضل على الوطر الطويل نايت اي لجي فور جي سيكس جي فور اتلعبت بشب اي فور والان وكأنه بيدق ببلاشي مفيش اي نقلة اخرى لو مشيت هنا مثلا بعيد كده فبعد ما يقوله امشي فصاحبنا يعود مثلا الان بشب تيكس او نايت تيكس فمحبش يعرض نفسه لهذه المشاكل ورحم البيدأ لكنه ضاع منه البيدأ على اي حال الاول اكل اكل وقبل ما ياخد البيدأ حامل البيدأ بتاعه لعب اي ثري وبعدين خد البيدأ بمنتهى الهدوء الانجين مازال مدي شوية تعويض عن البيدأ يعني ممكن اللعب يكون متماسك لو انت كسرت نايت تيكس والروك تيكس والحصان يجي في نصف الرؤعة يعني الشكل ستة من عشرة سبعة من عشرة بس لكن ماجنس كارلسون قرر ان هو يروح سريعا يستعيد البيدأ بروكسي ثري ودي كانت بلندر لكن عقاب هذا البيلندر صعب جدا وقف الفيديو وفكر تعاقب النقلة دي ازاي وانا هاعتبر ان انت وقفت ورجعت النقلة هي 97 بصراحة مش عارف النقلة دي جات على باله ازاي بس تاكتيكيا هي قوية جدا خلونا نشوف الحصان اللي ببلاش ده لو احنا كلناه في البداية كده ايه اللي يحصل بص برا التقييم برا التقييم بيقول الحصان ده لما ميشي من هنا لهنا ساب الحصان ده مش بس كده طالب الرخ ولما الرخ تمشي ادي الكيش واخد الرخ التانية فتفوقات اسطورية سبعة وتمانية وحاجات من دي فما ينفعش تمدي ايدك على الحصان طيب خليني اكل هنا دي احسن نقلة على الانجين والاهم ان الابيض لازم يلعب الكيش دي اولا وبعد ما يمشي تاكل بهذا الشكل وعاوز ادعم الحصان بتاعي امسك الفايل وانزل خبالك انك لو منعتني مثلا بهذا الشكل عندي دبل الوضع مش سهل هنا الانجين مدي انه افضل حاجة نكسر الخاخ قدر الامكان ويبقى فيه تفوق اتنين للابيض نتيجة انه معاه بيد وصط زيادة طب ايه اللي حصل في المطش بعد نايت دي سيفن ماجنس عمل انه مشافش الحصان وانه مفيش اي حاجة ولم يتقبل الواقع وام اكل البيض اللي هو يا عم انا مليش دعوة لكن هذا سمح بان الحصان يأكل خد بالك انك لو اكلت الحصان دلوقتي فيه دبل فلازم تأكل الحصان ده اللي مهدد الدبل ودلوقتي هطرد الحصان بتاعك من مكانه لما الحصان يمشي الحصان هيجي مكانه بكيش والوضع هيبقى صعب الحصان تحرك بس حتى لو انت حاملت الحصان مثلا بهذا الشكل فاخد بالك انه روكتيكس تتلعب في منتهى الهدوء وبعد ما تاكل قديك دبل واخد الحصان هطلع في الاخر معايا قطعة كاملة زيادة فالحصان لازم يتحرك معنا ان الحصان اتحرك ان الحصان التاني جيب دالو بكيش ودي شبكة متات كمان شوية يعني بعد مثلا ما الملك يطلع هنا هو هنا نسحب ماجناس كارلسون بعد كينجي جي سيفن خلاص نسحب لكن لو انا قلتلك انا هدعم هذا الحصان بهذا الشكل وانت دلوقتي منعني من الكش دي خبرك عايزة هدي كش في كش متات يعني لو منعتني هديك دوبلي من هنا ودنيا بوز ماجناس كارلسون خسر المطش في هذا الشكل يعني الانجي ميدي احسن نقلة روك بي 5 بس عليها ممكن تلعب دي 5 وممكن برضو تدي الكش كينج اف احسن نقلة هاكل هنا وعايزة دي كش واخد الروح خمسة ويقسر ماجناس كارلسون المباراة الاولى الصورة المصغرة الموجودة في الفيديو شكرا للاستاذ مصطفى اللي بعت هالي وتعب في عملها وانا بشكره بشدة على مجهوده وعلى حبه للقناة ومتابعته الجيدة بارك الله فيك تعالوا نشوف الجودة رقم اثنين الجودة رقم دقاء انا كنت مستني علي رضا فيروز يلعب بالقطع البيضاء ويلعب بيدق ملك بيدق ملك نايت اف ثري نايت سي 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 والايطالي مش الاسباني بيشيب سي فايف والان دي ثري ذا سلو ايطالي الايطالي البطيء نايت اف سي تبييت دي سي بيفتح لفيلو سي ثري بيحضر للدي فور ايتش سي ما تربط نيشي نايت بي دي تو بيكمل انتشار اي فايف ممنوع تدفع علي هذه البيادق كمان فتحت نفس للفيل ان يعود روك اي وان مش الان ابدا من حاجة زي نايت ها هنا لان روك اي تو بتتلعب وبعدين بلعب اي ثري ارجعت مكانك تبييت نايت اف وان روك اي وان احد افكارها ان تفتح طريقا للحصان للذهاب الى جناح الملك اي فور مساحة بزيادة والان بيشب بي فور ضاغطا على البيدق ضاغطا على الحصان لان لو تخلصت من هذا الحصان يمكن حقق الدي فور بشكل اكثر اريحية لكن اي تري لعبت الان محاولا انك لو اكلت ممكن نكسر كل حاجة ويتبقى البيدق ده ضعيف فصاحبنا ما اكلش لكنه كسب مساحة بهذا الشكل والان يمكن ان يكون هذا البيدق ضعيف حاجة زي كوين بي ثري واكل البيدق مثلا بيشب بي سيكس والان بيشب سي فور نقلة دقيقة ايضا فيل في وش الفيل كانت نقلة حلوة لكن كوين بي ثري ابدا مش حلوة انك عاوز تاخد البيدق لان بلعب عليها نايت اي سبن ولو نتجت البيدق كل حاجة بتيجي بتمبو سي سي سيكس بيشب ها هنا والان ادفع البيدق اعتقد الفيل ده هيتحبس كمان شوية دوفي على البيدق كيفية اصلا ان الاسود يبقى بدقين بهذا الشكل ودفع البيدق ده دلوقتي بتمبو السود معت فوق واحد في هذا الشكل معت شعنده ولا قطعة وحشة وعنده بدق وسطي قوي جدا وفي لين على الملك لا السود بخير فوق واحد وتمانية من عشرة كمان لو رجعت بهذا الشكل الانجين مدي بيشيب تيكس اف احد النقلات الجيدة ولو اكلت بيشيب اي سيكس هات لو سمحت الوزيد طب الوزيد رجع في السي 2 والان بي 5 يتحبس الفيل عشان في في وراء ببلاش اصلا فكرة بيشيب تيكس دي ان افتح طريق البي 5 واو اوكي النقلة الدقيقة اللي لعبها مستر فيروزا انه ساحب الفيل على C4 عشان دي ما تجيش بتمبو في وشه نايت ها هنا والان نايت G3 نايت G6 H3 ما تربطنيش والان C6 عاوز ياخد دي في وشه وسحب الفيل ما تجيش بتمبو D4 جاءت على اي حال والان جو كيش وضعه لذيذ اصفار الشكل على الانجين يعني هو عمل الإكواليتي اللي نفسه فيها لو انت لسه معي الحد للوقتي انا بشكرك بشدة وفيه تكات جميلة هتيجي في هذه المباراة زي مثلا ان بيدا في بيدا اتلعبت وتلعب 9 تيكس مش معنى مش الافضل ان احنا نعمل بيداين في الوسط يا اخوان قال لك اصد والله البيداين دول احنا كده وقعنا واحد منهم وبعد 9 تيكس تيكس اه فيه تعويض للاسود بس ده مش احسن حاجة ان انت تاكل بالحصان اي يا عم ده ما نفس الفكرة من هاخد البيداء لا لو كالت البيداء فافتكر ان الحصان اللي هنا تحرك الى D5 مفضي مكان للوزير ييجي وايه يعني يعني بعد ما ياكل ياكل طيب في حماية ما فيه فيلي اعمل حاج طيب وبالتالي سايب البيداء بفخ فيروز ما وقعش في الفخ لان ده بيحصل كتير جدا بشيب دي حمل البيداء والان بشيب اي سيكس نايت اي 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 فايف بشيب سي سيفن وبعدين دي فور تلعب الابيض رجع افضل قليلا بعدما حققت دي فور بيداء في بيداء وقف الفيديو وفكر تلعب ايه لو كنت مكان فيروز فيروز في النقلة رقم 19 معا ساعة جوكيش معا ساعة و7 دقايق على فيروز ان يفكر قليلا ويجيب نقلة بتكسب لكنه لعبة دي اوتوماتيك موف نايت تيكس ضيعت التفوق شك ترجع صفار طب اين هذا اللي بتكسب بيشيب تيكس ايتش سيكس هاد قد ايه في النقلة بتاعت انه بعد ما اكل اكل ولا حاجة بتاعة عشرين ثانية على ما كتب النقلة وده عشرين ثانية يعني نقل اوتوماتيك النقل الاوتوماتيك في الشطرانج خطر دايما نفكر في الشويشنزوج اللي هو النقلة الانبتوين النقلة البينية زي بيشيب تيكس في هذا الشكل لو اخذ البيداء كوين تيكس حل المتات وضع مش لذيذ ابدا لو لعبت بيشيب بهذا الشكل يبقى انت رجعتلي قطعتي قطر خيرك وروك تيكس موجودة بعد نايت تيكس كوين تيكس يعم متاتي يا جدعان ملهاش حل كده الدنيا طيب لو ما كلش وما عبرنيش لعب مثلا نقلة الانجين الاولى ان الحصان ييجي هنا نايت تيكس تفوق اتنين ونص فاتته فيروزا ولعب النقلة الاوتوماتيكية نايت تيكس دي فور والان كوين هات متات اضطر يتقهقر بعد ما كان معاه شكل هجومي اضطر يتقهقر واحد يقول لي هو التهديد ما كانش موجود بماتات لو انا لعبت بشيب تيكس لا يا حبيبي ما الحصان موجود حامل مات ما هو ما تحركش فهي النقلة بتاعت انه اكل بالحصان دي جاءت عليه بالخراب كوين دي سيكس هات مات رجع قفل الطريق الرخ جات في نص الرقعة نايت تيكس بون تيكس كوين جي فور طلبه والان الانجين مدي نقلة وحيدة لنجعل شكل صفار نايت اي فور بحيث تاكل 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 اصفار جدير بالذكر انك ما ينفعش تكمل بضربة تاكتيكية كده اللي هو في السكة يعني بدان ده رايح وده رايح عشان باكل هنا بتمبو أوكي ولذلك كوين اي تو لعبت ولكن مش نايت اي فور احسن نقلة على الانجين كوين اي تو ايضا اصفار الشكل لكنها تسمح بضربة تاكتيكية بسيطة صغيرة نايت تاكس بحيث ان انت لو اكلت دلوقتي باكل هنا والسود احسن معابداء زيادة فصاحبنا قال بدم الفيل ده كده ولا كده رايح خلينا نحطه هنا نعوج البيادئ ورايح بتمبو على الرخ وبتاع خلينا نعوج البيادئ هذا ما حدث والان تم استرجاع القطعة ثم جي سيكس لعبت الان جدير بالذكر ان البيداء ده مش بيتاخد نتيجة بيشيب تكسب كيش وحضرتك بعد ما تبقى تتحرك الكشات جاية من هنا القاتلة ولذلك صاحبنا فتح نفس للملك بهدوء اولا ومنع كمان الحصن ده ان هو ينط هنا او هنا ولا الوزير ان يجي على ال H5 الرخ جات على الفيل والان كوين تكس لعبت كيش ولا يهمني الكيش ما كانتش احسن حاجة الانج بيقول نايت اي فور اضغط على الارعفات الكيش دي اللي هي very tempting انا عيني زالعب فيه في بيضاء بكيش وفرتك المسائل مش احسن حاجة ليه عشان صاحبنا مشي وبعد ما تجيب وزيرك لو سمحت بدأ يبقى فيه ضغط قوي هنا البيضاء ملوش معنى انت فاهم قصدي كمان فكرة ان الوزير يعدي ويضغط على الوطر ده فكرة سخيفة كانت هتتمنع لو انت نطيت بالحصن هنا وقفلت الطريق على الوزير كوين اف فور لو عيبته بقى فيه تفوق اسطوري للاسود يصل الى اربعة كأن معاه قطعة وبيضاء كان منتش هذا البيضاء طالبا الفيل لكن يتحرك الحصان طالبا هذه الرخ روك دي وان احيانا الرخ كانت مطلوبة و فيروزة معاه عشرين ثانية جوكيش معاه اربعة وعشرين دقيقة فجوكيش عنده توزيع رائع للوقت واخد تقريبا اربعة او خمس دقايق واملاعب النقلة الوحيدة اللي تدلوه تفوق كبير نايت سي وان ايه فكرة نايت سي وان عايز وزيرك يعني انت حتى لو اكلت فانا باكل بكيش ولو انت مشيت بوزيرك بكسر واكل بكيش هنا وبعدين اكل بكيش كده وبعدين اديك مات ما بتهربش الروخ واقفة لذلك شر لابد منه لابد ان تتخلص من الحصان تضحي بفرق ودلوقتي اكل تحرك ركدي توهات الوزير تحرك والان الروخين نزلوا سبعة ولاحظ انه مفيش ولا كيش الكيش دي ممنوعة الكيش دي ممنوعة الكيش دي ممنوعة ايه ده ايه ده ازاي الملك يبدو في العراء بهذا الشكل وحواليه وزير ورخ وفيل وحصان مفيش ولا كيش مفتوحة وبعد ما اكل الفيل قال له تعالى بس هات كده الوزير لو سمحت وبعد الكيش انسحب لان اي حتة تروح فيها تخسر مثلا لو مشيت كده اديك كيش واخد الرخ لو مشيت كده اديك كيش واخد الفيل يعني اي حاجة دنيا بيضة ويفوز جو كيش بالاسود على فيروزا يتبقى ثلاث مباريات خلصوا تعادل وتلعب لهم حسم تعادل بصراحة مش ناوي جيب حسم التعادلات لان الجوارات هتبقى طويلة جدا وانا عاف انك هتزهق ماميدياروف تغلب على اريان تاري بحسم التعادل او بلار مكدون انيش جيري بالقطع السوداء تغلب على عبدالستاروف وايضا ويسلي سو تغلب على ناكامورا في حسم التعادل اتمنى تكون اتبسطتوا واستمتعتوا بهذه التغطية لايكات واشتراكات واشتراكات واشتراك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة